في الأوربت مع هذا الولد الزكي عمر أديب ثق تماماً أنها بتبقى فيها حاجة غريبة قوي أن الناس اللي جاية فيها تيجوا جغرافيا تبدأ بوسط البلد وبعدين تطلع معرفش على فين وبعدين تيجي عند معتز وبعدين تطلع على معرفش الحياة وبعدين تيجي بالليل بيعتبر أن برنامج عمر بيبقى عشر ونص يبقى مش فاهم حدركة يستقول إيه عايز أقول بمساطة مش في حرية تعبير تنطيت يا معتز ما يتنططوا يا سيد مفيد ما إحنا محرومين من الكلام بقالنا سنوات طويلة ما هم كبسوا على أنفسنا بقال سنوات طويلة عايز تقول لي يا معتز أن أنا دلوقتي وأنا بتكلم معاك أكون متفق مثلاً مع الحياة لا حضرتك مش هتأملها نفر لكن في بعض المسؤولين في بعض النواب المجلس الشعب على وجه الدقة وبعض الشخصيات يحب التنطيط التنطيط ده بيسخد في عيون الناس أنا بقولك الناس في مصر بقت متفتعة جداً بس أنت عارف أنه فيه انسداد في الشرايين يا معتز انسداد في قنوات الاتصال مع جهاز التنفيذ معتز فهنا هي الرئتين اللي بتنفسوا بيهم أنت بتجيب بتقرير عن الناس وعذاب القطنة اللذي يمات حلم وقلت أن القطنة ده في يوم الأيام كان منافس للسينما مظبوط شكده؟ حضرتك تبعت قلت معانا سيد وزير الزراعة الراجل بكل أدب وأمان قال إيه؟ أنا ماسمعتش المناقشة إيه؟ مظبوط هنا ما فيهاش كياسة والناس ما استفديتش لأنه كان حقه يسمع ويتقلوا ودي نقطة أنا بقولها للإعداد أنه يا سيدات الوزير إحنا عندنا النهاردة التقرير عن القطن وفي ناسة تتكلم فالراجل يقول الساعة كام نقول الساعة كذا وميبقى عارف المعاناة بتاعة الناس اللي إنت صورتهم العذابات بتاعة البشر اللي القطن قتلهم الوزير منتظر البرنامج التلفزيوني علشان يبقى عارف مشكلة المزارع في مصر إيه؟ لا على الأقل يبقى بيسمع النبض بتاعة الشارع حلوة قوي ده مهم قوي حلوة قوي إنما تقوله القطن فنم في مصر يقول القطن إحنا على حصل كذا وفي كذا وكذا الناس اللي قاعدة بقى أنا بترجاك إنك تحط يا معتز يعني سمعني أقولك كلام ده بخبرة العمر شور إن أنا بابقى بستمرار عندي في ذهني إن الناس اللي قاعدة قاعدة فضيعة إيه ده؟ إيه كلام ده؟ حتى أنا بتكلم دلوقتي يقولك هو داخل كده ليه في معتز هو بيتنقش في إيه؟ وإرضاء كل الناس صحيح صحيح على مستحيل مش كده بردو صحيح إرهان على مستحيل كويس قوي لما بتشوف المحاولات لتنظيم البس الفضائي عاليك الوقت يخدتني في سكة إن فيه ناس بتتكرر ظهورها في البرامج آه وعش آه مش عاجبك سيء آه بس في نفس الوقت بقى فيه مساحة من النفس مش عايزة جدال مش كده؟ آه مش عايزة جدال وده؟ بشرط آه ألا يصل البس الفضائي إلى إنه يعيد وجدان الناس بطريقة غير ملائمة لفكرة الأمل آه أو اللط مع الخدود آه أنت تملك إنك تخلص برنامج تحس الناس في بيوتها قاعدة طلطم آه وتبس التشاؤم آه وتبس روح الهزيمة آه وأيضا آه تستنبت خيط من الأمل أنا ده اللي بعمله بالنسبة لي آه وحتى وانا في الأوربت آه حتى وانا في الأوربت دايما نقول لعمر عمر بيبقى مدرسة إنه عاوز يقول رأيه آه كشاب ويحترم هذا ليه؟ لأنه بيعبر زي ما انت قلت بيعبر عما بداخله آه إذا حاست أنا إن التعبير بتاع عمر لا يستنبت الأمل أنا أقول له لا فيه أمل وإحنا عايشين بالأمل وفلان وعلان هيشتغلوا وتعالى نحاورهم وتعالى نجيبهم وإذا كان التعليم في مصر سيء بتعالى نعمل جلسات تمن حلقات عن التعليم تقدم ثقافة حلول بتزعبت بدل ما تسودها في وش أيوه المتلقي آه اللي هو أساسا مش ناقصة مش ناقص مش ناقص مش ناقص هو ده بيجي بالليل بس هتعمل إيه عشان تطبطب على مسؤولين محتاجين يصحوا محتاجين يتعركوا معاتش فيه طبطبة آه محافظ من المحافظين في قضية ما نفكرها فقال لك استنى يا أستاذ معتز لما كمل استنى لما تكلم آخر وانا فيش غيرك بتكلم أوكي ليقول هذا الكلام ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة فأنت كنت عندك سماعة سماعة ولم تستصار أنا لو قال لي كده وانا على الهوى وقال استنى يا أستاذ مفيد لما نتكلم هقول لفنم يا ما بتتكلم سبنا أنا أفتح قلبي وأقول لك إذن هي كياسة كيف تخاطب الناس وإزاي الناس اللي قاعدة دي شوف يا محمد تدز نحن نعمل جميعا من أجل هؤلاء البشر ما فيش شك نعم أنت شايف بخبرتك الطويلة دي أن مصر رايح على فين مصر الآن في حالة من حالات عارف من الذي يسبق الحمل في شيء يسبق الحمل جدا بس أنا بعتقد أن في يوم قريب جدا مصر هتقف على أول السكة الحقيقية هتقول إزاي أنا هقول لك أن مبارك كحاكم أكبر وطني جاه في حياة هذه البلد هذا الرجل أكبر وطني وأنا بقول لك كلام ده من قلبي ومش عالد منه حاجة أنا معادش أنا لابقى رئيس تعرير ولا بقى حاجة تماما بس معروف في مجتمعنا أن المتح في رئيس الدولة في رئيس الدولة ورأس الدولة ده عبارة عن ورقة نفاق نفاق ورهان كسبانة مية في المية خليني بقى أخلق عند الناس في المجتمع أن حينما تعطي إنسانا حقه حتى ولو كان رئيس دولة يبقى ده قيمة جديدة في الحياة يا معتز المجتمع طيب ما هو رئيس ما هو بنفس المنطقة سيد موفيد فضل رئيس الوزراء إنسان عظيم نعم وزير الدخلية إنسان عظيم وزير الإعلام إنسان عظيم هقول لك أما أنت مين مش عاجبك لا 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 كل الناس دي بتشتغل ولكن هناك سلبيات في شغلهم أنا أنا مثلا في جورناني في جورناني انتقطت السيد وزير الإعلام في تطوير الجديد انتقطت وقلت أنا لي وجهة نظر كذا 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 وده جورنان قاوم يا معتز كان ممكن جدا إنه ببساطة يتقال لا ما فيش داعي إنه نقول هذا الكلام ومستعد أيضا إنه لما أطلع في حديث المدينة أقول إنه ده غلط ده مش جيد ده باهت أملك هذا مش هحصل لي حاجة يا معتز بالمناسبة مش قادر أصدقك إنك تقول لي إن أنا هطلع في حديث المدينة أنتقد وزير الإعلام اللي هو البروديوسر بتاع حديث المدينة مش دي القضية وأنا بقول إنه أنا عندي الراجل الواعز اللي في الكنيسة أو إمام القرية عندي أهم مئة مرة من وزير الإعلام فيما يتعلق بقضية الكسافة السكانية في مصر يعني تتحدى وزير الإعلام في برنامجك؟ مش مش تحدي أما الإسمها إيه؟ إسمها معقولية الأشياء معتز أنا من صغير أنا 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 مش شاب عاوز أفرح بنفسي وطير وحلى مش عايز أعمل كده أنا عايز أقول وجهة نظر حين أرحل يوماً ما من هذه الدنيا يتقال هذا الرجل ظل إلى آخر لحظة مصرياً وفي قلبه اللي بيقوله هو أنت النهاردة بتجبني عندك تضيف لأن أنا بطبطب على الحكومة؟ لا أنا بطبطبش لا وبعدين إيه؟ اوعى تفتكر أنه عدم التبطبة معناها أن أنا عامل كده ده فيش حاجات زي كده أبداً في أرض